طيب ده الاهلين نروح برد قول الزمالك استعداد الزمالك للدوري عنده ماتش يوم التلات ده لا الزمالك مؤجله ماتش سرمالك اتأجل عشان عنده مباركة خارج مصر وعنده ماتش جاي كمان خارج مصر طيب عنده ماتش كمان بقى مع الترجل الترجل التونسي الزمالك يعني انا مش عايف اقول ايه الصراحة يمكن في نفس المكان هنا لو تفتكروا وكان معاكم برضو وان الزمالك لازم يبدأ دورة ابطالة افريقيا بشكل مختلف عن اخر سنتين الزمالك عنده دوافع كبيرة 21 سنة بدون هذه البطولة اكيد محتاج يفوز بيها لمرة ستة في تاريخه لم يوفق في نهاية 2016 امسان داونس وانهاء طبعا نهاية القرن من الاهل 2019 فالفريق عاوز يفوز بالبطولة بعد نهاية القرن الزمالك في دورة ابطالة افريقيا غريب جدا يعني يختلف عن الدوري في الدوري ماشي كواس وخد الدوري سنتين وخد الكاس وجمع دوري وكاس وانجازات عظيمة جدا على المستوى المحلي يجي في افريقيا نفس المشكلة بتحصل ليتعثر في اول لقائن ما يخدش غير نقطة واحدة او نقطتين ويخدش في حزبة بيرمة والله في الاخر زمانك يودع من دور المجموعات اللي واحد كان بيتمنى ان السنة دي اللعيبة دي هي نفس اللعيبة او معظمها موجود خلاص لانت استوعبتوا الدرس عشتوا نفس هذه اللحظات وحتى لو في اللعبة جديدة انتو شفتوا بعينيكو اللي حصل في المنطق ان انت تتعلم من هذه الدروس لكن وبكل اسف بيتكرر الموضوع بنفس الطريقة خسارة بس المرادة خسارة في اول لقاء على ارضك مشابه بلوزداد وسط جمهورك وكان جمهور كبير جدا جدا وتشجيع ما اقفش تسعين ديئة تخسر مشابه بلوزداد الجزائر واحد سفر كل تأكيد دي هتأثر طبعا على مشوار الاسمالي وخلي بالك لما لات المريك سوداني اني حظك حلو مريك بجوار في السودان ده بلعب في ليبيا يعني كان ارض محايدة المقارد عليكو عليه مفهوم ده جاتب تعادل فبعندك نقطة واحدة اللي زاد الأمور او زاد الطيم بلى زي ما بيقوله التراجي التونسي يفوز على شباب بلوزداد في الجزائر واحد سفر التراجي يوصل ست نقاط سافر في صدارة المجموعة شباب بلوزداد عنده تلاتة وهلعب المريخ مطشين فاعتقد بلوزداد لو خد 4 نقاط من مطشين دول هيقرب قوي التراجي التونسي مع الزمالك في تونس لا بديل عن النفوز للزمالك اي نتيجة اخرى اعتقد الزمالك هيبقى بعيد تماما عن هزي طيب